اهلا بيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من مصر الجديدة حلقة الخميس ونبتدي مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار والنهاردة عندنا نوعين من الأخبار وكمان موضوعين موضوع رئيسي وموضوع الأخبار اللي حنتكلم فيه الأول الموضوع الرئيسي فقرة تانية من الأخبار وكمان الفقرة الأخيرة والرئيسية من البرنامج وهو موضوع الأزمة في غزة والأدوان الإسرائيلي على غزة هنتكلم فيه بالتفصيل لكن بنبدأ بأخبار أخرى مهمة النهاردة حسب المستشار أحمد فاهمي المتحدث الثلاثمي باسم الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم إلى دبي في دورة الأمارات العربية المتحدة المشاركة في الشيق الرئاسي للدورة الثامنة الثمانية وعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين حضركم فاكرين أننا طبعا كوب سبعة وعشرين كانت لدينا عندنا السنة اللي فاتت في مصر في شرم الشيخ والمرة دي السنة دي في دبي الكوب ثمانية وعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار أحمد فاهمي قال أن مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تأتي لتلبية لدعوة شقيقي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي ستولى بلاده الرئاسة المغبلة لمؤتمر الأطراف وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي طبعا بيفضل رئيس الدورة دورة سبعة وعشرين تفضل مصر هي الرئيس إلى أن يتم تسليم الرئاسة إلى الدولة التالية لها في عقد هذا المؤتمر اللي هو كوب ثمانية وعشرين لإمارات العربية المتحدة أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس بفتاح السيسي سيركز خلال أعماله في قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 22 العام الماضي والتي تركزت على الموضوعات التي تتهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي فضلا على تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهدتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ أضاف المتحدث الرسمي أن برنامج السيد الرئيس لدبي سيتضمن أيضا عقد مباحثات ثنائية مع عدد من رأساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وبالتالي إحنا كده زي منقول إن إحنا يعني الرئيس في دبي وبدأت النهاردة كوب 28 في دبي